هنا الطفل الصغير ده عنده عيب خلقي اسمه كروزون الكروزون ده عيب في تكوين العظام حوالين العين المكان بيت العين العظمي حجمه دي أفل بدري لم يتسع لحجم العين العين برزر برة وممكن تسقط ويمكن أخو الصغير أو حد من عائلة تانية الصورة اللي بعدها لما هيكبر شايفين عينه مزقوقة لقدام ازاي واخده جفونه منفوخة ازاي ليه لأن العظام بتاع الوجه العظام الوجه المكونة حوالين العين لم يتم تكوينها بحيث تتسع لحجم العين أصبح المساحة ديقة فسهل أنه يروح حازق زي العين لقدام وسهل أنه يقدر يفتح جفونه يرجعها الورا مش بس كده السيد والسيدة اللي ظهروا في الفيديو عندهم الأنسجة لوس يقدر يتني إيديه يقدر يجيب إيده وراء ظهره بدرجة كبيرة هذه الأنسجة الرخوة تقدر تسمح بلاي أنها تبلش وترجع تالي ولا يزالون مختلفين صورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إحنا علينا أن نعقل وأن نتدبر أن لا نستخدم ده كبوتقة إعلامية وإعلانية ضخمة تعالوا لحقوا تعالوا شوفوا لكل داء دواء واجبنا كعلماء واجبنا كأطباء مجتهدين أن نفسر وأن نعالج وأن نسعى وأن نجتهد